المشاهدون والمستمعون الكرام أهلا وسهلا بكم في فضائية الرئيسات وبرنامج قضايا وشؤون لهذا اليوم نلتقيكم بمعية الدبلوماسي والإعلامي الأستاذ عبدالقادر الحمدان ونتحدث عن لقاء القمة السلاسي الذي انعقد في إريتريا وجمع قادة إريتريا والصومال ومصر ويعتبر هذا اللقاء بداية لحلف جديد في المنطقة وهي التي تشهد تحالفات كثيرة ونتذكر أيضا فيما مضى حلف صنعاء وما يشبه الحلف الذي كان في قندر بحضور سياس أفورقي وفرماجه الصومالي وأبي أحمد الأسيوبي وهذا الحلف إذن انتهى يعني بعد سنوات من الاستمرارية والآن جاء حلف آخر ونتساءل طبعا الدبلوماسي حمدان ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا اللقاء اللقاء السلاسي بين الثلاثة الدول والمشترك ربما هو إطلال هذه الدول السلاسة على البحر الأحمر ولكن ما هي باعتقادك الأسباب التي أدت إلى هذا اللقاء أو إن كان حلف بالفعل إلى قيام هذا الحلف وأيضا ما هي توقعاتك في نجاحه واستمراريته أستاذ حمدان وأهلا وسهلا بك أستاذ في هذا البرنامج مرحب أستاذ كرار أولا نشكرك على الاستدافة والحقيقة طبعا في البرامج السابقة تطرغنا أيضا على آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة وفي إيرتريا موضوع التحالف السياسي أو نسميه اللقاء السياسي طبعا لم يكن مفاجئ يعني طبعا هو ظهر أساسا في آخر لقاء في لقاء مجلس الأمن الأخير في نيويورك طبعا أنتقوا وزراء الخارجية لثلاثة دول السومالي والإيرتري والمصري وقبلها طبعا كانت زيارة يعني تهيئت هذه الزيارة الرئيس المصري لإيرتريا مدير وزير الخارجية ورافقوا هيدا مدير المخابرات المصرية إلىها لكن الآن أستاذ قرار قبل أن ندخل في تحليل يعني نستعرض ما قرأناه الآن بلغات ثلاثة يعني العالم كله يعني لا أقول العالم إنما الإعلام تحديدا في ألمانيا وفي أمريكا وفي بريطانيا وأيضا العلامة الأفريقي أهتم بهذه الزيارة لأنه لكثيرين هذه الزيارة كانت مفاجأة جدا وبالذات يعني الرئيس السيسي آخر زيارة لرئيس مصري كانت 2010 الرئيس مبارك ورئيس السيسي لأول مرة يزور إيرتريا ما هو الاستجد حتى مثلا هذا الرئيس بحجم يعني مصر في المنطقة في منطقة الشرق والوسطى وفي العالم العربي ماذا الذي أدى يعني جعله يزور هذه المنطقة هذا السؤال هناك أيضا تحليلات يعني تناولتها يعني تقسم هذه الزيارة إلى ثلاثة أقسام من وجهة نظر الإعلام العربي ماذا قال كيف رصد هذا اللغاء السلاسي أو التحانف السلاسي والإعلام الأوروبي كيف رصد ذلك وأيضا في أمريكا تناول أيضا بعد القنوات أيضا بما فيها الجزيرة وقناة الجزيرة وكله تناول هذا الموضوع أنا الآن سأحلل أو سأتحدث حول هذا الموضوع بصفتي كمواطن إيرتريا نعم والسؤال الأول الذي ليس أنا الذي أطرحه الذي أطرحه كثير من المهاجرين الإيرتريين أيضا المهتمين بالشأن وطنهم وبلدهم ما هي فائدة الشعب الإيرتري من هذا اللغاء لأنه عندنا تجارب سابقة بدأت في مرحلة الندالة التحانف مع جبهة وياني ونتائجها طبعا يعني لا نحتاج الآن إلى حتى لا نطيل الحديث ثم بعد ذلك عدة لقاءات آخرها كان أنا ذكرني السور والإخراج بالنسبة للإعلاميين الموجودين في وزارة الإعلام هي متشابهة كيف يقفوا الرؤساء الثلاثة وكيف يدعوا أياديهم على بعد يعني ذكرتني بصورة أبي أحمد عندما زار أسمره والرئيس السومالي الأسبق فرماجه نعم فرماجه هي نفس النمط فأنا أقول ماذا تغير في الأمر الآن يعني تغير الآن التغير الحزر في ذلك كانت طبعا هناك يعني قبلها بعض الزيارات أيضا كان يشارك في مثل هذه الصور رئيس عمر البشير وعندما كان يتكرر بالزيارة الآن ما لفت انتباهي وكثيرين من الإعلاميين طبعا زيارة الرئيس السومالي الآن منذ تم انتخابه في عام 2022 هذا كانت للمرة الحادية عشر يزور إيريتري نعم إذن عندما أنا قريب من الشأن السومالي وطبعا نحن كوكالة أنباء قلنا نتحدث دائما التطورات في السومال ونستديف أيضا يعني الملق في السومالي حاضر الإيريتريين يتابعون هذا الملق الرئيس السومالي طبعا حسن شيخ محمود لماذا كان يزور كل هذه المرات لأن الإيريتريا قامت بتدريب حوالي 11 ألف جندي في قوات المغاوير قوات السومالية قوات السومالية في تدريب يعني تدريب عسكري المغاوير في القوات البحرية والقوات الجوية نعم أنت طبعا الآن يعني كثيرين من الناس مروا على هذا الخبر مرور الكلام أنا كمواطن الإيريتري أسأل والوضع المأساوي المعيشي اللي يعيش المواطنة من أين نتائج كل هذه الأموال اللي تصرف تدرب جيوش أجنبية مثلا ده واحد تاني طبعا الشيخ حسن شريف نعم حسن شريق شيخ حسن شيخ محمود طبعا الراجل ده يعني تم انتخابه نعم لمن الذي تم قام بالانتخاب الشيخ حسن الشيخ الرئيس السومالي التركيبة يعني الحكم هناك مبني أو التركيبة تركيبة سياسية في الصومال بعد الحرب الأهلية اللي دارت أكثر من ثلاثة عقود عقد مؤتمر عرته في الصومال تذكر ذلك يعني حدث واجتماع الدول يعني دول الاتحاد الأوروبي شاهموا كلهم وعلى أساس يحلوا مشكلة الصوماليين والتقاتل اللي كان فيما بينهم اتفقوا على عملوا لابد من البرلمان يتكون من أربعة فاصل خمسة اللي هو 4.5 هذا النزام القبل الموجود في الصومال الأربعة قبيلة 4.5 معناها أربعة قبيلة سومالية مشاركة في الحكم وفي تأسيس البرلمان وهنا يتقرر من يكون رئيس الوزراء حسب الاتفاق بين الغبائم كل أربعة سنة يتقير من قبيلة معينة جدا فكان هناك الشيخ شريف وكان بعده فرماجه الآن أتذر الشيخ حسد الآن يعني أنا أقرأ الصحافة السومالية أيضا وله علاقات وطيدة جدا مع السوماليين الرجل ده له مشكلة داخلية يريد حل يعني الاتفاق عرطة وهذا طبعا يعني المشكلة اللي حاسلة في إيتيوب بيها مشابهة أيضا حاسلة في الصومال لأنه ما عايز يتخلى من اتفاقية عرطة اللي كانت في الصومال واتفاق طبعا يعني كل القبائل المشتركة هذا بما أدى الآن عشان أول قبل ما أدخل في التفصيل اللغاء السلاسي هناك في مشكلة داخلية في الصومال الناس تتحدث الآن عن سومالي لند سومالي لند هي طبعا غير معترف غير معترف بها دولية ولكن 32 عاما هذه الدولة غائمة عندهم برلمان وعندهم يعني رئيس ينتخب دوريا كل أربع سنوات في سومالي لند ولهم أيضا جوازات سفر وعندهم عملة يعني محلية زي إيرتيل فعندهم أين كانت هذه الدولة الآن لندخل في الأصوات التي تأتي من الدول العربية أو لنقل الجامعة العربية الآن تذكر السومال أن هناك أمنها الغومي مهدد فلذلك لابد من حماية السومال ومساعدته والوقوف معه هذا كلام الرئيس السومالي عفوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسني إنما أتى إليت لي هو يتحدث عن لابد من حماية هذا لكن أنا بالنسبة للآن إذا سألتني عن هذا التحالف نعم أستاذ حمدان يعني أسباب الدوافع لهذا التحالف يعني الدوافع هي أساسا هناك في مشاكل داخلية والهروب من هذه المشاكل لا بد من اختلاء طبعا عشان نعود إلى الوراء أنا ذكرت لك طبعا بدءا من التحالفات اللي حصلت في المنطقة حلف السنعاء كان موجود تحالف بعدين جبهة تيقراي مع جبهة شعبية للتحرير الإليتريا ثم أتى بعدها تحالف أبي أحمد والسومال أيضا كانوا مشتركين والآن أضافوا إلى ذلك أيضا السومال هو جزء من التحالفات الموجودة لكن ما زهروا في هذا التحالف لأنه هناك خطوط حمراء ما يقدر السودانين يتجاوزون الأسباب هي طبعا في الهروب من الأزمات في إليتريا طبعا أنا كمواطن إليتريا هناك استعقاغات الشعب الإليتريا ما مهتم بالتحالفات لأنه أساسا ما في حكومة شرعية انتخبت من قبل الشعب حتى مثلا تعمل تحالفات هذه التحالفات كلها يعني زي ما تقول يعني حاصل تحسيني نعم أستاذ يعني أيضا حتى لا أنسى أنت الآن تقول لا توجد حكومة شرعية في إليتريا وأنت كنت دبلوماسي في هذه الحكومة بالمناسبة للتذكير فقط جاءت كثير من الأسئلة من المشاهدين والمستمعين وإن شاء الله نستضيفك في حلقة أخرى نتناولها بشكل خاص الأسئلة التي وردتنا من المستمعين الآن طبعا إحنا اضطرنا نعمل هذا اللقاء حول القمة الأخيرة في أسمراء أو لأنه شيء جديد يعني تفضل أستاذ إحنا أستاذ الخلاصة الآن أنا يعني أولا يعني كثيرين من الأخوة التسلوب طبعا بحكم علاقاتنا الواسعة جدا يعني يسألوك رأيك أنت طبعا كمتابع للأحداث كإعلامي سواء كانوا إخواننا من مصر أو من السعب في عندنا سنستضيف أيضا بعد الإعلاميين المصريين حتى تسمعوا وجهة نظرهم يعني يقولون نحن يعني الشعب المصري له مشاكل كثيرة جدا من بين هذا الآن الحرب الدائرة في في غطاء غزة يعني في غطاء غزة والحرب الآن والإيرانيين الآن طبعا إسرائيل تتوعد أن تضرب إيران مصر لها مشكلة كبيرة جدا المشكلة الأخرى عشان نأتي في لب الموضوع الآن أنه مصر يعني وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخصوها مش أنا هذا كلامي عن المصريين قالوا هم طبعا كيف تستطيع يعني رد فعل على مشاكل الموجودة بين مصر بسبب زرد النهدى بين مصر وإتيوبيا الآن بأي طريقة إدعاف مش إتيوبيا كدولة إنما حركة القيادة الإيريترية الآن عشان نشفلهم بهذا اللغاءات هذا طبعا هذا اللغاء لا يقدم ولا يأخر أنت عارف طبعا أمكانيات إيريترية كمواطن إيريترية إيريترية ليس كما يسوره البعض نحن طبعا الآن كإيريترية نتمنى كل خير لبلدنا لكن عندما تغارن الجيش المصري والجيش الإتيوبي السومال طبعا هو يعني الآن بدأ يكون جيش بمساعدة تركيا وإيريترية طبعا دربت الخبرة الإيريترية يمتلكوا خبرة طبعا عسكرية طويلة جدا في حرب العصابات يدربوا نعم كل ذلك الآن يعني التحالف هذا رد فعل ضد خلاف إيريتري إيتيوبي خلاف إيريتري إيتيوبي سومالي نعم وخلاف مصري أسيوبي أيضا ربما حول المياه وصد النهضة الآن أنا أنسح أستاذ كرار عشان تستفيد تستديف برضو بعد الأفارغة عشان دي ولدت الآن طبعا الأسمراء يعني عادة الشعب الإيريتري شعب يستقبل الديوف شعب يعني كريم جدا ومذياف كما تعرف في إيريتريا يعني أنا اليوم في عشان ما نخرج من موضوعنا باللغة التبرينية كنت أتابع برنامج يحلل هذا الموضوع قال أحد الإيريتريين باللغة التبرينية يقول عندما تحالفت الجبهة الشعبية مع الوياني وسمهم بأسماءنا لا أريد أن أسمي طبعا أنا أسميهم أقليم تقريب بصرف النظر على التوسيط وهو كذلك يعني هو أقليم في الحقيقة طبعا هو أقليم تقريب نعم نحن نسميهم بأسماء أقليم تقريب قال أتت هو تعليقه على هذا البرنامج بتاع الوحدة السلاسية قال أتوا بمجموعة تقريب وقالوا لنا هؤلاء الناس أصدقائنا فقال نحن طبعا يعني لا نستطيع أن نرفض يعني الآن طبعا يعني الحكومة المؤقتة الموجودة هنا أو لنقل الجبهة الشعبية أتت بهؤلاء الديو فالآن وحفلة يعني استقبال والوزراء كلهم يستقبلوا والشعب بل بالزهور يستقبل كلها طبعا الشعب هناك طبعا هذه بروتوكوليين في أي دولة تمشي لمن يجو الرئيساء يستقبلوهم في هناك عرف يعني دبلوماسي متعارف عليه يستقبلوك بهذا الاستقبل الآن طبعا لما تسأل الإيرتريين ما هي فائدة الإيرتريين من هذا أنا بكل اقتصار تحديل لمعركة قادمة لأنه طبعا أنت أنا وإنت وغيرنا ما يسموا أنفسهم يعني الإسلاحيين والمعارضين الإيرتريين في الشتات لهم مطالب معين لأن طبعا حرب الأهلية في إتيوبيا وتدخل الجيش الإيرتري لسالح الحكومة الفدرالية أجل البرنامج لأنه ما تقدر تسأل الجيش مشقول في الحرب الحرب الحدودية ما سميت أجلت برضو موضوع الحديث حول الدستور عشرين سنة الآن طبعا هذا أتوقع يعني هو يعني أنت أسأل لحين أي مسؤول سياسي حول يعني مستقبل إيرتريا أو التغيير السياسي في إيرتريا يقول نحن مشغولين الآن قاعدين يعدوا لمعركة هذا كل يعني مصر برضو عايزة تهرب من استحقاقات موجودة داخل الأرض هناك في بطالة هناك في يعني وضع اقتصادي يعني لديء جدا في مسجل فجذلك الرؤساء الثلاثة وأنا أسمح لأقول لأول مرة قد يجوز يعني معرفتي لأشقاء الصوماليين وأنا طبعا يعني عندما هجرت إلى أوروبا هجرت بجواز صومالي يعني لا ينسى يعني موقف الشعب الصومالي الأسين مع الشعب الإيرتريا هذا لا ينكر أحد كثير من الإيرتريين حاملين الجوازات الصومالية يعني لكن أنا سألني صحفي ألماني قبل يومين عن ما هذا الذي يحدث في المنطقة وما حجم القوة الموجودة في الصومال هل تستطيع أن تواجه إيرتريا أنا طبعا يعني ليس من مسلحة مواطن إيرتريا الآن عن أن يؤيد إيرتريا ضد الصومال أو الصومال ضد إيرتريا الوصف اللي أنا يعني بعرف وعند مراسلين عندنا مراسل في مقادشو نعم عندما تطلب منه مقابلة يقول الوضع الآن انفجرت قنبلة قريبة من القصر الجمهوري ونحن قال تحت رحمة بهذه الحرف تحت رحمة القوة إيش اسمه البسقوة القوة الاتحاد الأفريق له طبعا نعم قوات حفظ السلام يعني واسيوب قال ما نتحرك ما نتحرك إلا خلفهم قال الرئيسة لما نيطلع من القصر ترافقه طبعا دبابات بتاعه هذه حكومة مع احترامنا لكل الاشي اسمه هذه يعني في المحصلة أستاذ حمدان لا قوة ولا جيش للسومالين يعني خارج قوة حفظ السلام أساسا أنا يعني كثيرين من الناس يعني عاتبونا في بعض المرات يعني تكون زلة لسان أو يعني نستعج الكلام أنا أسمي الحين في حكومات أنا أسميها حكومة أسمر هي أساسا كل الآن أنت سمعت أنه حصل اجتماع في كرن أو في أغردات أو في العاصمة برضو هناك العاصمة تقيرت من الخرطوم الآن إلى حكومة برسودان ودي حكومة مغادش الآن الجماعة دولة ما عندهم أردية ما يستندوا على الشعوب أنا يعني مع احترامي لمصر ما عايز تدخل في غدايا إنما بالمغارنة مع وضعنا نحن كإيرتريين هذا هو لب الموضوع الذي أقول أنا أخطب أساسا لما أقول كثيرين من الناس يقول كيف يتفوه بهذه الكلمات هو كان دبلوماسي أنا أقول وأنا دبلوماسي كنت أقول لما أسأل داخل البرلمان الألماني لما تكون في اجتماعات الأحزاب يعني يوجه لنا أسئلة أقول لهم الواقع الموجود الدستور الإيرتري الذي أغره البرلمان لم يجاز إذن الرد الفعل الألمان يقول كيف تحكم هذا البلد بلا دستور و بلا حكومة شرعية إذن أنا لما أقول هذا ما قاعد أختلق يا أستاذ نعم أستاذ أنا متفهم كلامك أستاذ حمدان هل مصر صغلها الإقليمي الكبير في الشرق الأوسط وأفريقيا يعني هؤلاء الدول التي سميتها أنت دول مدن يعني تحتمل بمصر يعني مستفيدة من الصغل المصري وتحتاج لحماية مثلا هو أنا يعني في مقال كتبت طبعا عشان نتذكر بعد كذا لأن طبعا أنا شخصي ما أعتبره خطأ طبعا كدوري كديبلوماسي ومثل دولة إيرتريا لدى منظمات الأمم المتحدة في النمسا أستبشرت طبعا بالسلام ليس أنا يعني عشان وأيد أو أصفق للحكومة نطبعا نحن يعني هذا السلام هذا الحرب اللي أزيقت فيها الأرواح يعني حوالي 19 ألف شهيد وتشريد والبقية من الشعب شرد بسبب حرب الفدود هذا طبعا الناس طبعا لجأت إلى إتيوبيا إلى العدو لجأت إلى تقرائي إذن عشان توقف هذا الحرب يعني نحن كلنا صفقنا ورحبنا ونسينا كل جراحاتنا وآلامنا مع الإتيوبين وأنا ألقيت كلمة في الأمم المتحدة إذا أتوحيت الفرصة باللغة العربية ألقيتها عشان كان عندنا ضيوف طبعا من العالم العربي فقلت يعني هذه عملية السلام أزابة الجليد ولعل وعسى الآن نراجع حساباتنا وننسى مرارات الماد وننفتع على بعد إنما طبعا أكتشفت باللهجة المحلية السودانية أنت طبعا تعرف اللهجة أخذنا مقلب زي ما يقول أنا يعني لما كنت أحدر لهذا المؤتمر نحن كإريتريا هي التي أنا كممثل لإريتريا أنا التي أشرفتها بمساعدة زملائي طبعا السحفيين والإعلامين وبعد الدول طبعا ساعدت اتصلت ب جماعتنا مناصبها عشان نقول برضو يعني هذه مهمة جدا لقناتكم نعم وزير التعليم العالي الجبوتي كان في مؤتمر السنوي لمنظمة اليونيدو للتنمية الصناعية في الأمم المتحدة نعم والسفير الجبوتي أنا بعرفه موجود في برلين معانا هل طالوا نحن عندنا مشروع قبل قبل يعني نحن 2019 عشان نحتفل بمناسبة يعني السلام بين إيتوبيا وإريتريا مرور عام على السلام نعم نعم فأنا طبعا اتصلت بالسفير قال والله عبدالقادر هذا شوية أكبر السفير أنا طبعا سفير لكن ما أقدر بدون تسريح أو إذن من الحكومة في جبوتي لا أقدر لا أوعدك فأنا طبعا لما قلنا الكلام قلت له الوزير فيه موجود قال لني موجود حقيقي شوية أجمعني به أنا ما بعرف وزير التعليم العالي وعند الصورة ممكن يعني بعثلا فقعدنا في المقهى قلت لي بصرف النظر عن خلافات الحكومات قل لنا إذا بحسنا انتماءاتنا نكون أقرباء اللي في جبوتي اللي في العفريين عندنا وعندكم عفريين كل هذا والصوماليين طبعا يعني أخوان طبعا أنا يعني دعما ليس دعما بهذه الكلمة يا كرار وأنت طبعا الآن قاعد تسجل أنا قلت طبعا هذا المؤتمر كممثل لإيرتريا ليس دعما لحكومة إيرتريا إنه دعما للسلام لأنه نحن حاملين شعار السلام والتنمية يعني 30 سنة بينه نادي يعني يعني الحرب خلاص كفاية 30 سنة حاربنا ولذلك بعد الاستقلال ما كان للزوم كل ما حدث طبعا أنا يعني عندما تعود رجاء أنه تتحدث مع الرئيس عشان يسمحه والخارجية قال يا عبدالقادر لما نستمع إليه شوف الأخوان نتجبوت قال إذا نيتكم دعم السلام وإيقاف الحرب أنا قال أتحمل مسؤولية إنه مشارك قال له شارك في هذا ما تحتاج الخارجية قال له أنا أكتب لك خطاب أنا فوضتك شارك الرئيس السفير السوداني قال برضه حيتسلوا كل حاجة أنا قلت له الكلام هذا قلت له إيش تتسل بالحكومة الحكومة ممكن ترفض أنت ممثل السودان وتلقي كلمة إذا سافر الآن يعني الكارثة الكبيرة شوفي دولة أنا أسميهم السعالب السعالب الإريتري والسعالب في إيتيوب الوياني السفير الإيتيوب في جينيف طبعا ما عندهم سفير في النمسا قال أنا في مرحلة قاعدين تغييرات يعني أجاه التغيير وهو ما يستطيع أن يشارك ما جاء السفير الإريتري رفض قال أنا ما عندي تعليمات أتسلنا بأسمر قالوا نحن ما عندنا تعليمات لأن حتى وزير الخارجي ما عنده تعليمات لا عشان يوجه ولا عشان أخذت المسؤولية هذول الناس اللي قاعدين يسألوك الآن وحمدان أخذت المسؤولية تحت عاتقي وألقينا كلمة وفي يعني من ألقى كلمة يعني المؤتمر من أحفاد ملكة نمسا هابسفورغ من أسر المعروفة يعني تأييدا للسلام وقال طبعا نحن تألمنا جدا وفرحنا جدا أن الشعبين الإيتوب والإريتري يتسالح وألقوا الكلمة دي عملوا صورة جماعية وقعوا فيها كلهم شهادة أنه زي ما تقول يعني تأييد للسلام صورة موقعة فيها كل الوفود والسفراء اللي شاركت نعم اللي شاركت وزير الدفاع السابق النبسا واحدة رسلناها لإيتوبيا عن طريقة المفوض الوارد الواسية نعم واحدة رسلناها لإريتري عشان ما تدي كان عندنا شخص يعني إريتري كان عنده دورة تدريبية في الأمم المتحدة فقلت لدي أمانة بكرة تسلم الخارجية عشان يسلموها مكتب الرئيس لما نشافوها قال هذا الكلام يعني شوف أنت دي حين الناس تتكلم ما هو الخلاف بين إيتيوبيا وإريتري قال خلينا من الكلام هذا نحن لسا قاعدين نبحث هم وقعوا وكل الهيس اللي شفتها بعدين قالوا هذا موضوع سانوي وحمدان يتصرف كما يريد نحن أساسا يعني هم كانوا بدل ما يأيدوا مؤتمر السلام هم كانوا ضده إذن الآن أنا أقول لك يعني كل هذه الخزعبلات أنا أمس كتبتها يعني عشان أختم ما أطيل عليك غدا كما قالوا أن أبي أحمد خاننا أو يعني نقد الأهد سيقول رئيس السومالي نقد العهد بكرة لإيش أنا ما قاعد أحسا يعني أسيء على الآخرين إنما هناك مبادر تركيا الآن وتركيا حجما وقربا للسومال أكثر من إريتيا ومن مصر لأنه مسلحة تركيا استراتيجيا مرتبطة مع يعني الجيش الأتراك بعد كان لهم دور في إيقاف الحرب الأهلية كان لهم دور في بناء إعادة بناء السومال كان لهم دور في تدريب الجيش والأمن وكل البنية التحتية والقوات البحرية بنوها الأتراك الآن حضور التركي يعني إريتيا ممكن تدرب عشان سنال يعني الحضور المصري أيضا بس نرجع للسؤال أستاذ يعني هل هذه الدول سميتها أنت الدول المدن هي تحتمي بمصر التي لها السقل في الشرق الأوسط وحتى في أفريقيا أنا شوف أنتدحين القمالية كثيرين من التعليقات الآن يقولوا أنه كثيرين من من حق كل إنسان أن يدل في رأي الله ما نقبط آراء الآخرين في الكران لكن أنا أقول إريتيا انتصرت وبعدهم يسموه هذا الملك رجل استراتيجي في التفكير هو أساسه وأنا يعني بلكن السياسة فورقي إذا جينام في المرحلة الندال أنا أقرب إنسان هذول القاعدين يكتب عن السياسة ما يعرفه ولا عايشه ولا نادل معه أنا كنت في الميدان معه وكنت أعود في القيادة زيه زيه وبل سبغناه نحن في الميدان أيضا أنا أقول هذا الرجل يريد تأجيل كل الاستعقاظات هروبا من واقع الموجود في إريتيا عمله ثانيا بعد كده أنا أتوقع ما قرأت في السابع واتسالاتي الآن مع الأخوة يعني يعني يعنيهم شأن السومالي أنه الآن السومال داغطة على إتيوبيا لأنه برضو السومال ما عايزت تفقد إتيوبيا عندها استثمارات ضخمة جدا في إتيوبيا الأتراك يعني قوة اقتصادية قوية جدا وعندهم استثمارات أيضا في السومال الآن الحل الأمثل بالنسبة لهم التوفيق بين يعني أبي أحمد ورئيس السومالي لأنه طبعا يقالوا يعني قالوا ممكن الاتفاقية هذه اللي عملوها مع السومالي لا نشرك فيها أساسا سومالي لأن الدولة يعني ما معترف فيها دوليا لكن هي بلكن أكتر من يعني استقلاليتها بلكن أكتر من بعد الدول اللي تقول دول مستقلة لأن هناك طارما هناك فيه انتخابات يعني ثم مع كل يعني العالم كل ما معترف فيهم لكن متزمين بيعني ببناء دولة مؤسسات كل أربع سنة فيه ثلاثة رئيس تغيروا وزراء يتغيروا برلمانيين بالانتخابات والأمن بتاعهم والاستثمارات بتاعهم في أوروبا وفي أمريكا يعني دولة السومالية دولة قائمة بذاتها أردنا ما أرد الآن أنا أقول نعم استاذ حمدان طيب المصري الدورة التركي الإيجابية اللي أنت ذكرته في الصومال والاستثمارات وأعلاقتهم بالصومال وبأسيوبيا أيضا يعني الصومال ليش استعان بمصر طيب أستاذ ودخلت القوات المصرية بدل أسيوبيا وكل الزبعة قيام هذا التحالف أنا كنت أتوقع أن تطرح لأنه بذكاك أنت حتطع هذا السؤال الآن طبعا مصر استغلها تستمد من وجود يعني الجامعة العربية نعم رغم كل المواقع يعني حسن أنت شوف يعني مصر مصر أول دولة لها وزنها تاريخيا ولها قوتها ومهما اختلفنا الآن مع سياسة هذا أو ذاك الرؤساء اللي كان يحكم مصر لكن إلاك طبعا هم ملتزمين بالقواعد المتبعة في العالم هذا الرجل كان في الجيش السيسي إنما طبعا يعني له لوبي داخل الجيش وخارج الجيش والجيش طبعا قوة هو كل أربع سنة الآن للانتخاب الأخير سواء كان يعني الناس بتقول دم زور لا بس فيه انتخاب وفيه برلمان وأنا أبشرك وأنت أدرى مني برضي يعني تعرف مصر والمعارضة موجودة داخل البرلمان والمعارضة المصرية أكبر عدد منها موجود داخل مصر السومال برضو الآن عشان نتحدث ونكون عادلين في حديثنا هذا الرجل رغم كل الصعوبات إنما طبعا هو يعني الانتخابات الأخيرة أنا بعرف أربعة من الذين كانوا ترشعوا للانتخابات لرئاسة الجمهورية في مصر دكتور زكريا أنا أستدت أربعة من المرشحين لرئاسة الجمهورية في السومال في قناة القرن الأفريق يعني ما يحكوه كان يعني يشيب له يعني طبعا قال المحاصصة هي تقبلية ونحن قال ما عايز نقتل من جديد لأنه قال هذا الرجل الآن يعني أقلية لكن بكل الوسائل معتمد على ما أعايز أسمي بعد الدول معتمد يعني في مصر دعم مصر وكل حاجة دغوطات خارجية بدون واجهها من تركيا يعني لازم فرض علينا هذا الرجل وما نقدر نتحدى ما عندنا إمكاني لازم الآن أنت الرجل ده عايز عشان أنا أو أكون نسيت الغضية دي يريدوا يعني إنهاء وذي زي مثلا يعني الناس المختلفة في إيتيوبيا اتفاق تبيروتوريا بعد الأقليم تقريب الأخلاف الموجود في تقريب هو طبعا بعدهم نقدوا اتفاقية قالوا جردونا نحن كحزب وكأقليم يعني وفي الدستور المادة 39 تعطينا الحق عنا يعني تابعين لحكومة المركزية السومان نفس الكلام هذا الرجل الآن يريد أن يلقي هي طبعا عرتة زي بريتوريا كانوا فيها طبعا الدول الأوروبية بتموينهم عايز يلقيها ويقول عشان يبقى وهو مستعين الآن أنا قلت يعني لما أخذ حتى لا نسيء في برنامجك الطيور على أشكالها تقع يريد الحكم منفرد هذا كل الأجهزة الأمنية اللي قاعدتها تدرب كما يفعل سياس في ريتوريا نعم هو أساسا الآن يريد أن ينفرد بالحكم أما قضية المبارك وأنا طبعا عشان بكرة هنسأل أنا سأسأل أن هذا الكلام التاريخ طبعا ما يرحم أحد يعني مصر لها وزنها الغليمي لكن الآن هي فتحة جبهة ما كانت تتوقفها طبعا كانت تستعد إتيوبية في رأيها الآن أقرأ تقارير الاتحاد الأفريقي يديني يعتبر يعني وجود مسر في السومان تدقل في شؤون أفريقيا الداخلية هذا طبعا ومسر لها يعني وجهين زي ما تقول هي يعني عضو في جامعة دامعة الدول العربي أو من المؤسسين وعضو في الاتحاد الأفريقي الأفريقي نعم الآن يعني يعني زي ما أقول ساحبنا من المولد حيطلع من أحمس لأن طبعا الأفارغ كله تفن حو أبي أحمد قالوا ده يعني تهديد لأمن إتيوبيا ونحن ولا نسمح الآن نشوف أغرأ تسريحات الرئيس الأكيني أغرأ تسريحات الرئيس أوغندا كله الآن يعني من حيث لأن طبعا هي مركز بتاع الاتحاد الأفريقي فلذلك لا يمكن الاتحاد الأفريقي يعمل ما يسيء على إتيوبيا أو مثلا طبعا بصرف النزل عن الرؤساء في إتيوبيا لكن أستاذ حمدان وأنت الدبلوماسي يعني يعني إذا كان هذا موقف بعد الدول الأفريقية طبعا الدائمة لأسيوبيا يعني كيف كان موقفها لما أسيوبيا اعتدت على الصومال وحاولت توقع اتفاقية سنائية مع إقليم لم يجد الاعتراف وأيضا اعتدت على أريتريا وجيبوتي في موضوع البحر والموانئ طب أنت أسأل مثلا حين السؤال هذا أرد على أخواننا المصريين نعم الأكتب الثقافي الموجود يعني عنده حصانة دبلوماسية كان موجود في سوماليلند إريتريا كانت تسعى عشان تعمل ممثل في داخل سوماليلند في تبادل تجاري بريطانيا عندها ممثلين اقتصاديين تايوان هذي البعيدة من السين أكبر مستثمر في في سوماليلند ثم التايوانيين إذن أنت لما تقول الاختراق وتدخل أجنب لماذا لم يسأل تتنين وثلاثين سنة شوف اليوم اقتصادي اليوم أنت تستطيع وذي المغارنة أترك الآخرين أنا ما عايز تحقص دول لا تعليم الآن أنت اليوم من واشنطن إذا تريد أن تحول إلى سوماليلند عندهم سيفت في البنك تمشى أي بنك في أمريكا عندهم حساب مفتوح حساب دو انترناشنال سيفت يعني عامل معه ألمانيا في مؤتمرات بيشاركوا عندهم يعني تطعب أن الفرق الوحيد أنه تفتح سفارة وتعنق فيها اليافطة بتاعك والعالم لكن هم موجودين بريطانيا أسأل أقرب إليتري أنت تعرف يعني استثمار من سوماليلند من أقوى المستثمرين ودخل حساب في برلمات أوروبا في أمريكا موجودين طبعا يعني من سوماليلند أساسا يعني فئة يعني يعني أن عزل عن العالم وهم شافوا أن العالم لا يعترف الآن استثماراتهم السومالين اللي في المهجر بنوا سوماليلند والآن لا يمكن تغيير هذا الوقت المهم أنا يعني إذا سهيا أستاذ حمدان حتى الدول اللي لها سفارات ما منها فائدة كثير من الدول حتى سفاراتها المتعددة لا تقدم خدمات للمراطنين يعني ربما السوماليلند زي ما ذكرت أفضل يعني طبعا أنا أسألك سؤال أنت الآسف أنا أنا ضيفك اليوم في الحال فهذه طبعا أنت أستاذي مصر مع كل يعني قوتها وإمكانياتها يعني هل مسلحتها مع إيريتريا أكبر من مسلحتها مع أمريكا وعن الدول الغربية تشايف أنت حسد أنا ما عايز أتناول بعد الدول عشان ما نجيب أساسيات يعني مصر اقتصاد إلى حد ما يعني الدعم الخليجي الأماراتي السعودي يعني سناديق يعني الكويتي هذين طبعا كبلد يعني يعتبروه هي بلد أم الدنيا زي ما تقول يعني بلد يعني الواجهة للعالم العربي من حيث القوة من حيث من حيث الثقافة من حيث الإنكانيات مصر طبعا بلد لا يشتهام بها الآن هما يعني مع احترام للسياسيين وسياستهم هما أدرى بيها مننا لكن ودعوا نفسهم في مأزق الآن حيواجه كل الاستثمارات إذا قدر إذا قررت الأمارة تسحب استثماراتها من مصر بسبب الخطوات اللي قاعدين يعملوها سواء في السودان أو في الآن أنت سمعت الأخبار أنه في يعني الدعم السريع بيتهم مصر أنه الطائرات المصرية دربت قوات فلذلك أنت دائما الآن للدعم السريع تتأثر بهذا الكلام إذن يعني الآن أكبر من أترك كل ذلك يتحالف نعم مع إيرتريا وقد سيركب الطيارة أو يكون رجع رئيسا الآن شوف المشكلة اللي حصلت الآن بين الجامعة العربية تصدر بشكل يومي بيانات دعما للسيادة السومالية وهم مش يصدر البيانات مما تأسست هذا الجامعة برضو بيانات الإدانة والشدب ودعم لفلسطين ما قيره يعني غيد المنى فأنا أفتكر كلها أخذ عبلات وكلام يعني الآن يعني أنت عايز تقدم الآن في إيرتريا أنا مع احترام لكل الإيرتريين وكتاباته يعني قدموا هذا الزيارة بأنه مكسب ورين ما هو المكسب هل الآن يعني زيارة السومال طبعا هو شغيرنا بيجي هذا بلده زيارة السيسي هل يعني يعني المخابز هتشتغل هل المياه المنعدة ما حتأت واحد يتحدث فناتق ما عنده مياه قال واحد يتحدث الآن يقول أنت البنية التحتية إذا ما عندك البنية التحتية تبدأ إذا ما وفرت المياه ما ممكن تبني فناتق نجوم خمسة ولا أربعة إذن الآن أنا أفتكر هي يعني فورة ومرت وغدا يعني برضو يعني مصر ارتزاماتها وارتباطاتها وارتباطها مع الأوروبيين بينزلوا إلى مصر بنظرتهم تختلف عن نظرتهم لإريتريا لأنه طبعا أنت الآن دخلت في تحدي مع الأمريكان ما تسميه السانكشين هذا الأمريكان طبعا في كل ما سوتك ما قاعد أسمعه في كل البودية نعم هذا السانكشين المفروض على إريتريا منذ سنوات أستاذ بعدين طبعا الآن يعني أنت شايف التحزب الموجود يأما تكون مع السين وروسيا ضد أمريكا وتكون مع أمريكا إلى كل هذا الآن مصر لكن كل هذا ممكن يعني يعالج الآن يعني أنا أفتكر يعني نشوف اليوم من بريطانيا في زائر أجا رئيس وزراء السابق موجود في أدسافا والوفود بدأت تأتي عشان يطمنها بأحمد هذا كل خزعبالات لأن مصر ما ممكن تطلع الآن يعني تتخلى من استثمار أوروبي واستثمار أمريكي وكندي وكل هذا العالم يعني مصر ممفتحة وبلد يعني فيها استثمارات ومفتوحة للجميع ولا يمكن أن تتخلى من الاستثمار العمري في سبيع تردي الآن نحن طبعا إذا نحن يعني عشان نفسه الآن قبل ما طيل عليك الحديث عندما نتحدث وأنا دائما يا أخي كرار بعد الأخوة طبعا لا ألومهم طبعا هذه طبعا نحن ظروف معانات ومآسات يعني الندال يعني أدر بكثيرين من الناس في فهمهم أفتكر علاقة الشعب المصري وما قدموا الشعب المصري للشعب الإريتري التعليم استقبال الزعماء لما طبعا داقت بهم الأرض في المصري يعني كانت ناس المرحوم مدريس محمد آدم والد آب والد ماريان وكل الناس يعني استقبالتهم مصري ولا زالت تستقبل رغم كل هذا الحرام الآن يعني سأقول كلمة قد تكون جارحة لبعض الناس يعني قدموا الاتفاقية الأمنية يعني كانت ترغم واحد في المفاوذات تبادل المعلومات المخابرات يعني كم نفر الموجودين في مسر عشان يعني يعني جعلتوا لعمل قام برضه يعني أبي أحمد قاعد يتكلم أول مطلب طالبته قال الحكومة الإريتريا تحجيم المعارضة نحن قال عندنا دستور ما ممكن يعني نمسك الناس في الشوارع ونسلمهم يعني ده طبعا يعني سماعة إتيوبية كلها حتكون في المحك أنا متأكد وده كلامي طبعا الناس بكرة حتسألنا عنه هذا الاتفاقية كانت أنه الناس عشان لابد أن بعد كل الإخفاقات اللي حصلت الآن إريتريا مع احترامنا للشاب هذاك في في السماقة العجلات نعم بنيام قرماي بنيام قرماي أربع شهور احتفلوا به يعني سنويا بتكون يعني زي مثلا الماتش بتعقولة القدم يعني موسم وينتهي نعم الآن هم محتفلين بزيارة السيسي السيسي ولكن واحد التسلبي قال لني والله ياريت لو جام لي نمويا معه دي كان تعليق سخيف لقيت قال واحد سدي وقضعي عبر عن حالة البلد طبعا نحن قال الليلة نحن بالشمع هم قال حسين يندفوا الشوارع والناس كل زي ياما كان يجي هاي السلاسة ونحنا كنا أطفال في المدارس يعني قالونا من السباح الشمس تدرمك لحد هو يجي بالسيارة من أسمر من قندع الناس لحد ما سوا كلها يعني صفوف لكل بس عشان هو يعني تقول كده وهو فات الآن نفس الشيء الشعب طبعا يعملوا له نداء طبعا منظمين هما في هذا الاتجاه اللجان الشعبية تشتغل عشان يلبس يندفوا نفسه ويلبسوا كل حاجة من المطار يوروها ما حتكون بين إريتريا وإتيوبيا حتكون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وهذا طبعا حيغوي أبي أحمد لأنه طبعا أساسا أنا أفتكر أنت عايش في أمريكا أكتر مني لا يمكن يعني أمريكا تراهم بعلاقاتها تاريخية أنا أتحدث الآن في بلد اللي أنا موجود فيه وأنا طبعا عمر كل مما جيت ألمانيا من الندال أنا معارض لإتيوبيا في كل الاجتماعات يوم يعني مجرد كل موحدة ضد إتيوبيا بيطلعوك بالبوليس سألت في مؤسمرات قالوا نحن علاقتنا مع إتيوبيا 120 سنة وكان بيجيبوا من الأروم وأطفال عشان يربوهم ويجتبنوهم هنا في إتيوبيا ودي علاقة أزلي واللوب الإتيوبيا هنا بالمئات ما يفوتوك في المؤتمرات لما نعمل إتيوبيشن هنا السنوي هنا بتاع السنوي يعني المعرض الإتيوبي يعني بيأجروا أرضية تقريبا بتسع لعشر دولة لأنه في إقبال والصياحة في إتيوبيا الآن طبعا لما تسأل أنت الألمان هل تفدل تمشي رتجازات ما عارفين موجودة في الخريطة أنا ما موجود أنت يكفيكم متر في متر يعني الآن شوف يعني أنا لما مبارح قرأت يعني بالحقيقة طبعا نحن يعني التاريخ هذا شوية مرات هو جيد للمراجعة وكل حاجة لكن عندك عالقة في دماغنا أن كل حاجة لا علاقة بإتيوبيا الآن الخطوط الجوية الإتيوبية أمس كان دشنوا لحد عمان وبرسودان يعني العالم كله يعني فيه عندهم تقريبا أكثر من 800 طائرة نحن ما عندنا إلا طائرة الرئيس الوحدة فلذلك أنت دحين لما تقاهر نفسك الآن مبارح الخبر السادم اللي أجل وقفوا الخطوط الإتيوبية وقطعوا اتصالات الاتصالات نعم خدمات الاتصال إذن هذه قد يجوز الحكومة تكون مبسوطة لأن طبعا عشان الناس ما تتواسل وما يعملوا ربكة أمنية لكن الآن الأسر مهما اختلفت مع إتيوبية لكن الأسر موجودة هنا الحكومة حكومة المدينة التي أسميتها حكومة المدينة لا تهتم طبعا بخدمة الشعب ولا بهموم المواطنين الآن أنا يعني في حاجة لفتت انتباهي وعشان إذا عندك أسئلة بعد كده لا أنا أستاذ حمدان نحن متوقعين طبعا حلقة ثانية أيضا وفيها كثير من أنا 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 ما تألمت يعني نعم إحنا دي حين تكلمنا عن السومال تكلمنا عن مصر تكلمنا عن دول كثيرة جدا تكلمنا عن السودان وكل حاجة أنا المأساة أنا قاعد دائما لما تسوي معاي قاعد أشوف آآ الذي رفع أول إريتري رفع العلم الإريتري في الأمم المتحدة هنا أحمد أحمد نعم أحمد حاجة تنباق وأنت تتحدث معاي أنا قاعد كل وقت أشوف هذا أحمد تنباق هذول الناس اللي أسسوا الثورة واللي أفنوا حياتهم مبارح لما شفتها في الاستقبال للسيسي السيسي هذا تحب بعد ثلاثة أربعة سنة ممكن يتغير ما حتشوف مبارك فين نفس المجموعة اللي شفتها أنا من سبعينيات القرن المادي واقفين في السف يستقبلوا يعني شفت المجموعة الواقفة الوزراء الموجودين دولة أساس يعني تجاوز يعني أنا لما أشوف أتكلم عن التغيير أشوف هؤلاء الناس يعني إريتريا بكل معناها قدمت مئة ألف شهيد تشردوا بما فيه أنت يعني وأطفالنا حوالي مليونين مشرد كل حاج أنا من العار أنه هؤلاء الناس يمثلوا به هؤلاء الأشكال يعني هم أخواننا لكن في نفسه رغط أساسا يعني السنة المبارك أنا دي حين يعني بكرة إذا حصلت انتخابات أو أي هزة اقتصادية شعب المسر واعي ممكن يشيل السيسي السومالي دا حيتغير لا محالة الآن طبعا أنا قاعد أسمع كلام كثير قال لا لا مش أنت سومالي لندن فصلت الآن شبه يعني مش بونتلاند عفوا بونتلاند الآن وقعت اتفاقية مع الدساوة كثيرين جموعة الشبابة الآن خلاص يعني موجودين عندهم مملكة لوحدهم السومال يعني أسمحت مجزة أنت تتحالف مع منا الآن هذه الإشكالية الموجودة أنه نحن يعني ودع إليتريا إذا أنت تسأل عن التغيير تشوف في المطار الناس الواقفين أن يستقل ودولا لحد ما يموتوا يخلفوهم بطول يعني ما فيه فلذلك أنا أتمنى بدون ما نلف وكثيرين من الناس وأنت طبعا أجدك أسئلة كثيرة ممكن لاحقا في حلقة نعم نعم أكيد نعم الحلقة خاصة وكثيرة هي متعلقة بتجربتك ومواقفك وإن شاء الله نلقى منك إجابات مفيدة أنا أقول يعني كل الناس بتتأسى ويقول هؤلاء الناس يعني عايشين في بزخ أنا دعين يعني أحيانا أسأل نفسي يقولوا طبعا أنتوا تتكلموا من أوروبا ومن أمريكا ومرتاحين وعندكم يعني أو داعكم الواحد يعني ما يعني الراحة هذه الواحد كان لو وجد في بلده يعني أولا لكم يعني بلدك يعني فوق كل شيء لكن إنت لما تمشي يعني وكأنك أنا الآن في سنة 2013 لما مشيت أنا عندي طبعا مع السفير شوية بعد الملاصنات يعني هو طبعا دائر يجيب أبناء أغليمه وقال لنا أطلعه من الفيستيبال قلت له أنا ممثل الدولة زيك ومسؤول إعلامي ومشرف ومهمته أنا جاي عشان أقطي المهرجان بتاعه فكان معاه وزير جاي من البلد قال لي شوف كيف يتكلم معاي شوف الأسلوب بتاعه كيف يتكلم قلت له أنا قاعد يتكلم بصوت عالي ومسمور عشان هو يمشي يشهد لك في أسمر لما قلت له كلام هذا اتصل طبعا وزبطه فأنا دي الكثيرين من الارتين القاعدين يتكلموا الآن ويتهموا وكل حاجة فبعدها بأسبوع التسلبي قال لني مطلوب يعني مجيئك لأسمر وما عايزين يخلصوا منه سنة 2013 نعم قال له ما عندي مشكلة هو طبعا قال خلاص الرجل ما تكلمت معاه قال حيهرم هل معنطال هو زي ما تقول هل حيمشي لأنه ومرتبين هنا أنا سبقت في أسمر كلام ده احفظه كويس سبقت في أسمر ولما شافني في الفندق قاعد مع بعض المنادلين طبعا هناك ما تسلم عليه سبيحة اليوم اللي مشينا شوف شوف يقول لك كنا رأيك هنا أو حنوريك لما انتجي إيرتريا دولة كلهم ناس مستهبلين وحصالة ما عندوا أي تاريخ ولا حد يعرفهم في إيرتريا أنا لما جيت في إيرتريا بلكن عشرات من الجنرالات كانوا معانا جنود هذا الموجود مسؤول السجون دولة كانوا معاي في المنطقة الثالثة سجنو الأخ هذا اللي اللي سجنوه الجنرال اسمه داك مع عبدالله جابر الجنرال اللي شروه مع أحمد السجن في إيرتريا فوق سيد عثمان صالح لا لا مش عثمان صالح الجنرال السجن يا أخي اسمه في كان رئيسا الجيش في منطقة مع ناس عبدالله جابر وقال اشتركته في ما اسمه هذه معروف هو من أول دفع للسجن في جماعة فورتو دولة كانوا معانا في المنطقة الثالثة وجدت مرضو الناس لما نحن هل عمر طويل هو أو واحد عمر طويل عمر طويل كان معانا في المنطقة الثالثة كان جندي معانا رمضان هؤلاء كان جندي معانا نحن لما كنا في الزيادة كل هؤلاء الناس أنا لما نامش على إيرتري هذا يفتكر أنه عشان هو تربى في الفيسيبالات ويفتكر هما كل شيء under control أنا سبقت هناك في إيرتري في السباح وهذه الكلمة لأول مرة أنا إكراما لك قاعد أقول هذه المعلومة عشان الناس يفهموا بالخارجي عملوا لنا اتفاق موعد كان علي عبدو وعثمان سالح وهذا السفير الموجود في إيطاليا بيتروس على أساس يسمع ما هو الخلاف أنا جيت على أساس يعني عشان أسمع أنا قلت له للوزير أنت وجهت لدعوة وأنا جيت قال لني عبدالقادر الموضوع بالنسبة أنت أنت الآن كويس جيت بلدك وأقدر إجازة أمشي شوف أهلك ومش عارف أنتهت أنتهى كيف قلت له أنا جبتني ليش قال الراجل قال ما عنده أي مشكلة مع حمدان لأنه شاف علاقاتك واسعة ومعلاقاتك كان هذا الرجل يعني شحفي ورجل قائم بمهمته ومكتبه منفصل من السفارة ونحن قال خدماته أنا ما أمكرة لكن قال فيه شخص واحد آخر يحرد حمدان اللي كان مستشار تاني ما عايز أسمه اسمه الآن هو السبب فوقعت الواقع سحبه لأنه من أقليم تاني كان يدايق في السفارة مش من أقليم فسحبه أنا أقول لك الآن الناس اللي قاعدين يعملوا نختم الكتاب في حاجة واحدة كيف يتجرأ هذا الشخص يتكلم هذا الكلام لأنه من 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 سوء الطالع نسميها ومن حسن الحز أنا مقيم في ألمانيا وحصلت على جواز سفر ألماني وكل الكلام قبل ما أتكلم مع كل كلمة أنتقى في مخيالتي دائما تقوم البند الخامس المادة الخامسة في الدستور الألماني الألماني حرية الصحابة أنا دائما إذا أي كتيرين من الألماني اتصلوا قالوا هذا نبزنا وعملنا وكل حاجة المحامي لما يتسلبك أنا بعدين عندي عضوية في اتحاد الصحفي من 30 سنة أي محامي يتفضل يتسلبك لما تذكره المادة الخامسة هو طبعا كمحامي درس القانون يعرفة أكتر مني أنا قاعد أعبر أنا قاعد أحلل كسحفي أحداث إريتريا ولا ولا أدعيت أن أنا أريد أحكم إريتريا وعمل انقلاب في إريتريا ولا أنت ادعيت ذلك نحن قاعدين نبصر الناس وندافع عن حقوق المواطنين الإريتريين سواء كانوا في السودان سواء كانوا في السومان سواء كانوا في إيتيوب بكل يعني نحن قاعدين ما قاعدين نقلق فلذلك هؤلاء الناس اللي يعني دائما يقول لك يعني إريتريا يعني يدها طويلة وممكن خناس إذا كده ممكن بكرة هتجي تغزى ألمانيا ممكن أو تغزى أمريكا وتعتقل كرار وتعتقل هذا الحلم لا يتحق أنا ما يهمني وأنسح كل الناس العاملين في الإعلام يغرؤوا دستور البلد اللي هم عايشين فيه ويحافزوا يعني على قوانين البلد اللي هم يعملوا فيها أما إريتريا كلها مجرد استهبال ومدرد يعني الدعاية وتهديد يعني فارغ من أنا ندحين الناس يقولوا ليش ما تخاف خاف كيف نعم أستاذ حمدان نحن يمكن باقي التفاصيل ممكن نأخذها في حلقان التاني إن شاء الله يعني المتعلق بأسئلة واستفسارات المشاهدين والمتابعين أستاذ حمدان شكرا لك جزيلا على هذا حقيقة يعني الحضور الجميل أستاذ حمدان وتجربتك الواسعة في العمل الدبلوماسي أنت لما تقفل لما تنشر هذه الحلقة طبعا ما قاعد يتكلم معاك أنا في الردود الحال التي تجي الآن طبعا هم حيفتكروا أننا تكلمنا ضد مصر لأنه مصر طبعا أنا يعني لو أحسيت ما قدمته للشعب الإريتري وليس للحكومات ما أهتمت بالحكومات ربما نتحدث عن هذا أيضا أستاذ وتجربتك يعني مصر صاحبة للثورة الإريتري والشعب لكن أنا أفتكرة الآن برضي يعني لما نتحدث دهو لما نتحدث عن الرئيس السيسي ما قاعد نتحدث عن الشعب المصري لما نتحدث عن أبي أحمد ما قاعد يتحدث عن الشعب لما نتحدث عن الويانة ما قاعد يتحدث عن أغريم تقراي شعب تقراي هذا يعني ما قاعدين يفصلوا أنا وأنت قاعدين نحلل الأوداع السياسية بالنسبة للواجهات النخط السياسية إذن نحن يعني علاقتنا وأنا مبارح كنت أتكلم مع زميل سوداني يعني في اتهامات طبعا الإيركريين وقفوا مع هذا ومع ذلك أقول نحن علينا أن نفصل أنا أغامر في جملة أخيرة تختم أي تحالف تعمل للجبهة الشعبية يضر بعلاقات الشعوب الإيرتري الآن يعني أمس مش عمل اجتماع حتى في ألمانيا التسلوب ثلاثة أو أربعة عندنا دحين مؤتمر الصحبيين الغريب عشان يستطلعوا رأيي تحادث الصحبيين بالتسلوبة كنت كإيرتري وخورنا في أفريكا إيش الحدث دا؟ عشان يسمع وجهة نظرك يعني الكلام اللي تسمع انت كمواطن إيرتري وكأنك انت المرتكبة الجريمة جدا عشان أنا أرجو أن تكون فهمتني كل الأبطاء والجرائم اللي قاعدة ترتكبها هذه النقبة الحاكمة إيه أسمر يعني نحن ما نقدر نتبرأ منها بل أنت ساعة نعم أستاذ حمدان صحيح نعم أنا يعني يعني أؤمن على كلامك إنه ما يقال هنا يعبر عن رأي الضيف طبعا لا شك وليس بالضرورة أن يكون معبرا عن رأي القناة الرئيسات أو غيرها طبعا وما تفضلت به يظل هو رأيك أستاذ عبدالقادر الحمدان الدبلوماسي والإعلامي الإرتبية المعروف شكرا لك لهذا الفضور وكذلك مشاهدي فضائية إرسات وهذا البرنامج شكرا لكم نرجو يعني تفضلكم بالمتابعة والمشاركة لهذه المادة حتى نلتقيكم في حلقة أخرى وموضوع آخر كونوا بخير اشتركوا في القناة